السلام عليكم في الدرس ده هنبدأ نشوف البربراتيز والميسولز اللي موجودة جوه جواسكريبت وبتخلينا نتعامل مع L-string عندنا String S ومفاريبول S وجوه كلمة Hello طيب أول حاجة البربراتيز اللي عندنا هي بروبارتي واحدة بس وهي Lens Lens من اسمها طول L-string بتاعي اللي هو عدد الحروف اللي موجودة جوه L-string يعني لو قلتله S.Lens قال لي 5 اللي هو عدد الحروف اللي عندك 5 جميل ده كده بالنسبة البربراتي اللي هي Lens نبدأ بقى ندخل في الميسولز هنتعرف الدرس ده على اتنين ميسولز بيخلونا تعامل مع الحروف اللي موجودة جوه L-string أول حاجة ميسولز اسمها Car-At أو Char-At زي مع بعض الناس بتنطقة Char اللي هي Character وقات يعني فيه يعني أنا بقول له الخاركتر اللي موجود في المكان الفلاني يعني أنا المفروض ينعدي لها المكان وهي تروح على المكان ده وتجيب للخاركتر اللي موجود فيه طيب إزاي بحدد الأماكن في L-string بتاعي عندنا حاجة اسمها Index الاندكس الاندكس هي حاجة مهمة في السرينج ونشوفها برضو في الأرية الاندكس هو مكان الأنصر بتاعك أو مكان الحرف في حالة السرينج مكان الحرف ترتيبه بين الحروف الاندكس بيبدأ من الصفر يعني أول حرف الاندكس بتاعه صفر بعدين واحد واثنين ثلاثة أربعة يعني أنا عندي اللي String اللي طوله خمسة آخر حرف فيه هيبقى الاندكس بتاعه أربعة لأن الاندكس يبدأ من الصفر لكن اللينس بيعدوا الحروف عادي لو أق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكن الاندكس صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى آخر اندكس عندي هو اللينس نقص الواحد بيبقى يعني قبل اللينس بواحد أنا هدي له هنا الاندكس سأقول له مثلا الاندكس واحد يبقى الاندكس واحد وهو الحرف اللي موجود في اندكس واحد هيقول لي حرف الايه طيب لو أنا اديتها اندكس أكبر من المتوقع هنا كده آخر حاجة عندي أربعة لو أنا قلت له مثلا ستة هترجع لي String فاضي يعني أي اندكس كبير عن الاندكس بتاعي هيرجع لي String فاضي طيب ده كده بالنسبة للاندكس بس اخدمها عشان اعرف الحرف اللي موجود في اندكس معين طيب عندنا بعد كده مثل اسمها CharCodeAt CharCodeAt من اسمها CharacterCode اللي هو الكود بتاع الحرف هي بترجعني الاسكي كود بتاع الحرف وما بترجع ليش الحرف نفسه يعني لو قلت له CharCodeAt واحد هيقول لي 101 الحرف هو حرف الايه لكن الاسكي كود بتاعه هو 101 زي احنا شايفين بترجع لي نمبر عادي مكتوب بالنظام الدسمال اللي هو النظام العشري اللي هو 101 يبقى حرف الايه هو الاسكي كود بتاعه 101 ده كده بالنسبة CharCodeAt يبقى CharCodeAt بترجع لي الحرف نفسه CharCodeAt بترجع لي الاسكي كود بتاع الحرف طيب عشان اتأكد ان ده ان الاسكي كود ده هو بتاع حرف الايه تعالوا نعمل العكس ازاي يعمل العكس انا لما كنت بكتب يعني لو عايز اكتب حرفه معين بدلالة الاسكي كود بتاعه وكنت بقول له بكسلاش اكس وبكتب الاسكي كود بالنظام الهكسا دسمال طيب انا عندي هنا النظام العشري المية واحد مكتوبة بالنظام العشري عايزة حولها لنظام الهكسا دسمال هعمل ايه قلنا في النمبرز عندنا ميسود اسمها ToString والميسود دي بتحول النمبر للسرينج وممكن ادي لها رقم اللي هو اساس النظام بتاعي لو جيت شغالها قال لي 65 يبقى المية واحد تحولتها بالنظام السوداسي 10 هي 65 يعني انا لو جيت هنا قلت له بكسلاش اكس 65 طبع لي حرف الايه يبقى كده انا اتأكد ان الاسكي كود بتاعي او الاسكي كود بتاع الحرف الايه هو 101 بالنظام العشري و 65 بالنظام السوداسي 10 ده كده بالنسبة لازاي يتعامل مع الحروف في جوافا سكريبت يبقى عندنا بروباريتي الانس بتعرفلي طول السرينج البتاعي عدد الحروف الفعلي اللي موجود جول السرينج وقالنا ان ترتيب الحروف بيبدأ من السفر اللي هو الاندكس بيبدأ من السفر واخر اندكس هو الانس ناقص الواحد و char at بتجيبلي الحرف اللي موجود في الاندكس اللي انا بدي هولا ولو الاندكس مش موجود بترجعلي string فاضي طيب تشار كودات بتجيبلي الكود نفسه طيب لو انا قدتها اندكس مش موجود هتعمل ايه مثلا ستة ترجعلك نان ان اي ان اللي هو ولا حاجة ده فاضي فراغ فال ملوش اسك كود اللي هو نان بقول لك نوت اه نمبر ده كده ازاي تعمل مع الحروف شوفكم الدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته